تحية طيبة لجميع المشاهدين أهلا وسهلا بكم في قناة صفاء المعرفة في هذا الدرس سوف نتعلم ونتعرف على طريقة يمكنك من خلالها إيقاف التحديث التلقائي الخاص بنظام هواتف الآيفون إذن قبل الانتقال إلى الشرح إن كانت لك هذه أول مشاهدة لا تنسى بدعمي بالضغط على زر الاشتراك والمتابعة وليك ومشاركة هذا المقطع مع الأصدقاء والعائلة إذن مباشرة تتوجه إلى تطبيق الإعدادات الافتراضي المتواجد على هواتف الآيفون تقوم بفتحه بشكل عادي وبعد ذلك تقوم بالنزول قليلا إلى الأسفل إلى هذا الخيار المكتوب عليه مباشرة تقوم بالضغط عليه وهنا تقوم بالضغط على تحديث البرامج تقوم بالضغط في هذا المكان بعد ذلك سوف تقوم بالضغط على هذا المكان وبعد ذلك سوف تظهر معك هذه الواجهة كما تشاهدون لربما قد تجد كل هذه الخيارات مفاعلة باللون الأخضر فأنا قمت بقفلها كما تشاهدون يعني تقوم بقفلها على هذا الشكل إذن ما هو المهم أو ما هي الغاية من قفل يعني التحديث أو التثبيت التلقائي الخاص بنظام الهواتف للآيفون هناك معلومة مهمة وهو عندما يتم إصدار أي نظام جديد لربما قد تكون به مشاكل أنا في الصراحة لم أقوم الآن كما تشاهدون إلى حد الساعة لم أقوم بتحديث النظام الخاص بالهاتف إلى هذا الإصدار إذن كما تشاهدون سبعة عشر والآن أتى إصدار ثمانية عشر نقطة واحدة إذن هنا عندما يتم إرسال التحديث الخاص بأنظمة أو نظام الهاتف آيفون لربما قد يكون هذا النظام به عدة مشاكل لهذا تأخر شهر أو شهران أو ثلاثة أشهر وبعد ذلك يمكنك تثبيت النظام بشكل تقع وأنا أنصحك بعمل هذه الخطوة بعد شهران أو ثلاثة أشهر حتى يتم تصحيح بعض الأخطاء في هذا النظام الجديد إن وصلت إلى هذه النقطة لا تنسى مشاهدة هذه القائمة قائمة التشغيل الخاصة ببعض شروحات الآيفون سوف تجد فيها شروحات مهمة وسوف تستفيد منها وستنال إعجابك تحياتي